أكد محافظ الأنبار علي فرحان استقرار الأوضاع الأمنية في مدينة الفلوجة مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية ضد خلايا داعش الإرهابي جاء ذلك خلال إجرائه جولة تفقدية لموقع الانفجار والجرح الراقدين في المستشفى كما بحث المحافظ مع الإدارة المحلية والقادة الأمنيين الأوضاع الأمنية وكيفية معالجة الخروق التي تحصل فيها نحن الآن في مدينة الفلوجة وأكيد الجو والأمور والأبناء الفلوجة حقيقة يتلقون هذه الأنبار ومتعودين على هذه الحالة نعم نتوقع هناك مثلا هذا الخرق والليس بجديد على الارهابين وهم يتلقون أصعب الضربات في الصحراء وفي عمق الصحراء وفي المناطق الأخرى وكذلك من خلال العمليات الاستباقية لقوات الأمنية في الفلوجة يعني يوميا أو كل أسبوع هناك اعتقالات لعدد من الإرهابيين وفق معلومات استخبارية ووفق مذكرات قبل وذلك نتوقع أن تكون هناك خرق هنا وهناك وهذا حقيقة لا يعطل دعمنا للجماهير للناس في الخدمات وكذلك في عملنا كحكومة محلية في المحافظة